من السلوكيات الخاطئة جمع الصلوات اليومية كلها وأدائها قبل النوم هناك أناس يقومون بجمع الصلوات اليومية وأدائها قبل النوم وهذا لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى وصف الصلاة فقال إنها كانت على المؤمنين كتابا موقوطا فالصلاة موقوطة بوقت له بداية وله نهاية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخفف عن الأمة صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا فسئل ابن عباس في ذلك فقال لكي لا يجعل علاء أمته من حرج فغاية الجمع في الحضر أن تصلي الفجر ويمكن أن تصلي الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا أما أن تجمع الصلوات جميعا فهو سلوك خاطئ